موسيقى الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة الوزرية العليا لاستضافة كاب 27 ويواجه بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية كوتن يحذر من محاولة لفرض منطقة حضر جوي في أي دولة وزل الناس يؤكد استمرار قوات بلاده في القتال ودفاعه عن أوكرانيا نزوح نحو واحد ونصف مليون لاجئ أوكراني حتى الآن والأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين أستديس مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانة مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للاعداد لاستضافة مصر للقمة حيث وجه أيضا بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والفترول والثروة المعدنية والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ومواصلة الجهات المعانية المختلفة بتعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية سواء على مستوى التنظيم والاستضافة أو على مستوى الشق الفني والموضوعي أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهايدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة وقد عرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها وكذا التنصيق الجاري في هذا الإطار مع رئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة كما تم عرض مستجدات التنصيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين لا سيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية فضلا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحجد التمويل إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر فضلا عن الاستعداد الجاري بمدينة شرم الشيخ لا سيما في الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة كذا جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم أكد رئيس مجلس الشيخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضرورة تتبادل الرؤى وتكثيف الجهود بين برلمانات رابطة مجالس الشيخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي لتحقيق غيات شعوبها جاء ذلك في كلمته بختام فعليات مؤتمر الرابطة حيث أكد رئيس مجلس الشيخ أهمية تضامن العربي الأفريقي في ذل جائحة كورونا كمحور أول مشيرا إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء في القارة والدول العربية لمواجهة الجائحة كما أشار عبد الرازق إلى أن مصر كانت سباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة ودشنت اتفاقات وبروتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها فضلا عن تعزيز الحقوق السياسية للمرأة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وأثناء مدبولي على الجهد الملحوظة للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذين يتلقون شكاوى المواطنين وأحرصون على سرعة التواصل مع المسؤولين من أجل التواصل إلى حلول الناجزة للشكاوى هذا وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق رفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي مشيرا إلى فحص ودراسة ومراجعة 81 ألف وخمسمائة شكوى وطلب وتوجيه أكثر من 61 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص وحفظ نحو 20 ألف شكوى وفقا لضوابط الفحص والمراجعة فيما يجري استكمال فحص نحو 2500 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي وجاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورافع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلاب جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطريقة كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والوزرات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة وكذلك تنظيم 12 زيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمراراً لدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات القطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار بارس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار بارس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 29.023 قضية تمونية متنوعة إضافة إلى ضبط 5.324 قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبطات 28.458 أرقيلة وغلق 21.889 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 241.568 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42.372 قضية تمونية متنوعة من بينها 761 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 36.983 استوانات بوتا غاز وضبط 161 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 1.980.807 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 393 قضية بيع السلع التاملية مدعمة بالسوق السوداء بمضبطات بلغت 154.155 طن وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبطات بلغت 63.260 كيلو وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال شهر 811.961 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 15.900 من قائد مركبات تبين إيجابية عدد 757 سائق منهم كما تم المرور على 941 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2040 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية كافة الحالات كما تم فحص 927 مركبة تبين مخالفة 35 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2539 سيارة و233 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 79.585 مخالفة عدم ارتضاء غطاء الرأس وفي مجال قضايا الطيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363.430 قضية في مجال سرقة الطيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 298.455.480 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1004 قضية من بينها 539 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8092 وحدة فنية كما تم ضبط 465 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت 96610 مضبوعة تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 128 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 597 مليون و469 ألفا و713 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9347 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 15 مليار و500 مليون و564 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 39 مليون و494 ألفا و149 جنيها لأول مرة في التاريخ بدأ مجلس الدولة تجليس جميع القضيات على منصة قضاء مع زملائهن من القضاء بحيث يحضرنا ضمن تشكيل المحكمة كمفاوض دولة على مستوى الجمهورية وإتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة حدث استثنائي وفريد من نوعه لأول مرة في مصر 98 قاضية على منصة القضاء في أول تطبيق فعلي لجلوسهن وسط تشكيل القضاء كمفاوضين للدولة ورؤساء للجلسات النهاردة أكيد يوم تاريخي بلا شك يعني أنه سيكتب في التاريخ أن يوم 5 مارس جلست القاضية المصرية على منصة القضاء في مجلس الدولة صحيح القاضيات المصريات صدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي ولكن خلال الفترة من أكتوبر الماضي حتى اليوم كانوا هم بعد توزيحهم على العمل كانوا في برنامج تدريبي مكسف للتعرف على أجواء وأليات وأدوات ومهارات العمل القضائي في مجلس الدولة ويتضمن عمل القاضيات حضورهن لتشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية ورئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة والتي عن طريقها يتحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة أنا أكيد أنت أبني شعر بالفخر طبعا الخطوة دي خطوة كبيرة جدا وكل فخر أن أنا كنت من ضمن القاضيات العينة وحظيت بشرف أنها تعاية مؤخرا في مجلس الدولة وأكيد خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة ولا يسعني في هذا المقام بتسوي أن أتوجه بالشكل في خامة رئيس الجمهورية على تمكين المرأة من الجلوس كقاضية في مجلس الدولة حاليا المرأة بيتم تمثلها في جميع المجالات وكمان بدعم السيد الرئيس السيسي وتوصياته دايما أن المرأة بيتكون مشاركة في جميع المجالات والمرأة أثبتت أنها جديرة بنيات تتولى جميع المناصب سواء مناصب قضائية أو غير قضائية في مصر الظهور على منصة القضاء النهاردة ده تشريف وتكليف طبعا تكليف كبير جدا جدا لينا ومسؤولية كبيرة ربنا يعيننا أن نحن نكون أدها وأن نحن إن شاء الله يعني ربنا يستخدمنا في إحقاق الحق وأنه يعني إن شاء الله يكون يعني الموضوع مكلل بالنجاح بإذن الله الجهود بتاعتنا وهو تشريف طبعا كبير لينا من ربنا أولا ثم من معالي السيد المستشار محمد بي حسام ومن سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا القاضيات كنا قد اكتزنا دورة تدريبية مكففة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسات بالإضافة للإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي وقضايا أخرى متنوعة كاريم بيبرس التلفزيون المصري موسيقى عادت إلى أرض الوطن قدمة من بولندا طائرة شركة ايركايرو وعلامت نها الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية جاء ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة هذا وأفادت سفارة مصر في بودابست أنه تقرر إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم حتى الجمع المقبل وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر أفادت وكالة رويترز نقلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبولا وبولنوفاخا في أوكرانيا اليوم بسبب الصراع الدائري هناك وذكرت اللجنة في بان أن المحادثات متوصلة مع الأطراف المعنية بشان الخروج الآمن للمدنيين من مدن مختلفة متضررة من النزع وعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن ترحيبها باية مبادرة من الأطراف لحماية المدنيين من العنف والسماح لهم بالمغادرة طوعية إلى مناطق أكثر أمناً ترجمة نانسي قنقر 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 قال الاتحاد الأوروبي أنه انضم إلى أعضاء مجلس الدول بحر البلطيق في تعليق عضويتين روسيا وبيلاروسيا في المجلس وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي والشركاء على العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق على أن يظل تعليق عضويتين روسيا وبيلاروسيا ساريا لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي تتخطى تدعيات الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نطاق المواجهات العسكرية إلى نطاقات أخرى أبرزها الاقتصاد وتبرز سلاسل الإمداد من بين أهم المجالات الاقتصادية المتأثرة بسبب إغلاق العديد من المصانع وعدم الاستقرار الأمني الذي انعكس على أسعار الشحن وتكاليف التأمين بينما ينشعل العالم بالعملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا تظهر تدعيات أخرى على الطاولة لتمثل تحديات إضافية انعكست في أزمة سلاسل الإمداد عالمية جميع الشركات الصناعية العاملة في أوكرانيا أوقفت الإنتاج بل وأقدم البعض منها على إغلاق المصانع بما يضيف المزيد من العراقيل أمام سلاسل الإمداد الضعيفة بالفعل بسبب موجات تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر والعجز المتكرر في المكونات الرئيسية مثل الرقاقات الدقيقة الأزمة الأوكرانية تؤثر أيضا على عمليات نقل البضائع من الصين إلى أوروبا حيث تمر السفن عبر هذه المنطقة في ظل ارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين على إثر تصنيف مناطق مثل البحر الأسود وبحر آزوف مناطق مرتفعة الخطورة مما يؤدي إلى رفع أقصاط التأمين المطلوبة لشحن البضائع أو نقلها عبر هذه المياه واعتماد الشركات بصورة أكبر على نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية إلى جانب سلاسل الإمداد سيترتب على الأزمة عواقب على قطاع السيارات العالمي أيضا ذلك أن روسيا تمثل أحد أكبر منتج المواد الخام الداخلة في صناعة المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبترول والديزل كما تعد روسيا ثالث أكبر مورد في العالم للنيكل المستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم إلى جانب توفيرها 40% من البلاديوم المطلوب للمحاولات الحفازة في حين يأتي 90% من لوازي منيون المطلوب لصناعة أشباه المواصلات من أوكرانيا بحسب وكالة فيتش التي أكدت أن حدوث أي اضطرابات في إمدادات هذه المواد الخام ستكون له تأثيرات وخيمة على شركات صناعة السيارات حول العالم خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قنقر 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 نشرة السادسة مزالت مستمرة معنا ومعكم وفيها مجلس النواب العرقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهوري اعتبارا من الأحد ولمدة ثلاثة أيام أعرب الأمين العام لجامعة دول العربية أحمد أبو الغيت مجددا عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام 2020 وفي هذا الإطار ناشد أبو الغيت جميع الفاعلين الليبيين للعمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة تحقيقا لرغبة الناخبين الليبيين هذا أكد أبو الغيت استعداد الجامعة دائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة أعلن مجلس النوب العراقية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام وأوضح بيان للمجلس أنه من ضمن شروط الواجب توفرها في المرشح أن يكون عراقي المولد ومن أبوين عراقيين وأن لا يقل عمره عن أربعين عاما وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق اليوم خلال جلسته الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية أقرى مجلس الوزراء اللبنانية تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجاهزية المادية والبشرية واخترح مجلس الوزراء إجراءها في الحادي وثلاثين من مايو من العام المقبل الفين وثلاثة وعشرين على أن يحال الاقتراح إلى مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي عباس الحلبي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر الرئاسة ببعبد الليلة الماضية برئاسة رئيس الجمهورية قررت الحكومة اليابانية تمديد إجراءات حالة شبه الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي كورونا في الثمانية عشر محافظة حتى الـ 21 من مارس السجاري ويعد هذا ثاني تمديد للمحافظات الثمانية عشر حيث فردت إجراءات حالة شبه الطوارئ في يناير الماضي ومن ناحية أخرى من المقرر أن ترفع الإجراءات في ثلاث عشرة محافظة أخرى حيث تحسن وضع تفشي الفيروس أطلقت الصين صاروخ لونج مارش 2 سي لنشر سبعة أقمار صناعية ستستخدم بشكل أساسي في تكنولوجيا شبكات الإنترنت والاستشعار عن بعد وأطلقت الصين بنجاح 22 قمرا صناعيا إلى الفضاء على صاروخ لونج مارش يوم السابع والعشرين من فبراير الماضي مسجلة رقما قياسيا محليا لمعظم المركبات الفضائية التي أطلقها صاروخ واحد شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفيني قباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات الخيرية لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ ألف مدرسة مجتمع يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة وقالت نيفيني القباج إن الوزارة تنفذ تكلفات الرئيس السيسي بدعم برنامج تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى برعاية كما تعزز من شركاتها مع المجتمع المدني والمتبرعين من المجتمعات المحلية والهيئات الدولية باتخاذ اللازم نحو المساهمة في إقامة وتأتيت وتأسيس المدارس المجتمعية تواصل القوافل الطبية المجانية أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي بالمجان على أهالي وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سينا يأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا هذا وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس وذلك في عدة تخصصات طبية كما تضم عيادة تنظيم أسرى ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحصات الطبية والتحليل وصرف العلاج بالمكان وفي المينيا قام المحافظ أسامة القادي بتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز العدوى وأضح المحافظ أنه يجري العمل في 292 قرية و757 تابعا بنطاق خمسة مراكز مستهدفة مؤكدا أن الهدف من الجاولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية بما يحقق رضا المواطن عقد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم لقاء بالأئمة والدعاء بالمحافظة على همش احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس 2022 وشهد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف استلام ثلاثة أطنان من لحوم سكوك الإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع السكوك على القرى الأكثر احتياجا كما قام محافظ بني سويف ووزير الأوقاف بإزاحة السطار عن اللوحة التذكرية الخاصة بالوزير والتي تم وضعها ضمن قائمة الأعلام والرموز من أبناء بني سويف بممشى العظماء كأحد المكونات البارزة بكورنيش النيل السفلي وذلك خلال الجولة التي استحب خلالها المحافظ وزير الأوقاف لتفقد كورنيش النيل وممشى السياحي في تعاون كاما بين الوزارات والمحافظات في مبادرة حياة كريمة إحنا محافظة بني سويف في مرحلة الأولى عندنا مركزين مركزية ناصر وابيبة الحمد لله عدد المشروعات اللي بيتم عندنا 1616 مشروع ببتكلفة تقارب الـ 12 مليار جنيه معدلات الإنجاز الحمد لله عالية جداً وده لحد الحمد لله بالدولة المصرية وبالكيادة السياسية إن الحمد لله نبدأ في تجهيز المرحلة الثانية إن شاء الله إطلاقها إن شاء الله بتلت مراكز أخرى تعدي هي الأكبر بداية ما نستعرف في المحافظة خمسة ألاف أسعى سيادة المحافظة مع أجلسة المحافظة المعنية والرقابية ومع وزارة التضامن بيأخذوا قيمة حقيقية مدروسة بالأسعى أو اللي بالرعاية يذهب لها العطاء كما حال أقولها مرد كل شهر نؤمل أن يكون مردتين بعد ذلك وبنسبة افتتاح المساجد إحنا حقيقة طبعاً قبلها مضم بالذات بنكسف مسألة افتتاح وفرش المساجد وتهيئتها وصيانتها في حمل عامة اليوم يتم افتتاح سبعة مساجد في محافظة بني سويف في إطار افتتاح ستة وثلاثين مسجداً على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة التعاون الدولي لاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث يعد البنك الأوروبي من أهم شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020 للمتابع نضام إلينا مباشرة من القاهرة محمود جميل مراسل التلفزيون النصري محمود انقل لنا أهم ما جاء في فعليات إطلاق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نعم إيمان كما ذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو من أهم شركاء التنمية في مصر من حيث المؤسسات الدولية ومنذ أيام وصل إلى مصر وفد من البنك الأوروبي برئاسة نائب رئيس البنك للشركات والسياسات لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لبحث الاستراتيجية الجديدة التي تم إطلاقها والإعلان عنها اليوم بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشط محافظ مصر لدى البنك الأوروبي الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها اليوم هي استراتيجية العام الحالي 2022 والتي ستستمر لمدة خمس سنوات لعام 2027 الاستراتيجية اليوم تحمل ثلاثة محاور هامة المحور الأول هو تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب وهنا هناك تركيز على دعم المرأة والشباب وإتاحة بعض فرص التدريب ومن ثم أيضا إتاحة بعض فرص العمل وهذا ما أكده نائب رئيس البنك الأوروبي خلال الكلمة التي ألقاها بدعم البنك للمرأة والشباب وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أيضا المحور الثاني سيكون تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وهذا محور هام خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 التي ستستضيفها مصر هذا العام وأيضا أبدى نائب رئيس البنك الأوروبي سعادته بما يتم في مصر من الاستعداد لهذه القمة أيضا المحور الثالث سيكون تعزيز التنافس وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة وهذا أيضا محور هام تحدث عنه نائب رئيس البنك الأوروبي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا القطاع الخاص في مصر الاستراتيجية اليوم أيضا يحضرها عدد كبير من الوزراء المعنيين لأنه سيكون هناك عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم ما بين البنك الأوروبي وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية سيتم توقيع اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين وزارتين الكهرباء والبترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول تقييم اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر وأيضا سيكون هناك توقيع مذكرة التفاهم ما بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي بإنشاء مجلس قطاع المهارات للضيافة والسياحة في مصر وسيكون هناك أيضا توقيع اتفاقية هامة بين وزارة النقل المصري وما بين البنك الأوروبي فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات مشروع مترو الإسكندرية فهناك عدد من أيضا الموضوعات التي تم الحديث عنها في دعم البنية التحتية لمصر وأن الاستراتيجية لهذا العام والتي ستستمر لمدة خمس سنوات جاءت وتتوائم مع المبادرات الرئاسية التي تتواجد هنا في مصر خاصة مبادرة حياة كريمة وأكد أيضا نائب رئيس البنك الأوروبي على استمرار البنك في تقديم الدعم المستمر لمصر على مدار السنوات السابقة فرص الاستثمار للبنك المركزي في مصر تخطت الخمسة فاصل ثمانية مليار يورو في مصر وأيضا هناك عدد من القطاعات المختلفة مثل القطاع الحكومي والخاص والبنية التحتية يتمتعون أيضا بدعم وتمويل كبير من البنك الأوروبي أيضا الاستراتيجية الجديدة تتركز وتدعم رؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين وأيضا هذه الاستراتيجية تعكس دور المؤسسات الدولية وثقتها في مصر في الاقتصاد المصري والمصرفي وهذا أيضا ما تم التأكيد عليه خلال الكلمات اليوم أيضا كان هناك عدد كبير من الزيارات التي أجراها نائب رئيس البنك الأوروبي منها زيارة لمحافظة الإسكندرية وتم خلالها الحديث والتعاون عن مبادرة المدينة الخضراء التي ستنفذ في عدد من المدن منها محافظة الإسكندرية أيضا تم الحديث عن دعم الشباب وتقديم كل الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر للبنك في مصر ودعم المشروعات أيضا الخاصة بجميع المبادرات التي يعني مزال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدمها داخل مصر اليوم تعاون جديد ما بين مصر والبنك الأوروبي وهناك أيضا هذه الاتفاقيات التي بالطبع ستعود على المرافق والخدمات العامة الموجودة في مصر بعد توقيعها وسيتم تنفيذها على الفور والتعاون الذي سيستمر ما بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي وأيضا في مصر هنا هذه هي الصورة والتفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي ستستمر حتى عام 2027 والآن الكلمة تعود إليكم في الاستوديو مراتر أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة تخدم أخبار الاقتصاد رغدا أبو لي لاتفضل يا رغدا شكرا لكم إيمان منصور وسحر ناقي إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تسجيل مصر على معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية للبنك ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم وأثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته في ظل انتشار جائحة كورونا حيث استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغ 3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية أكدت وزيرة التجارة والصناع نيجين جامع الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وذلك لرفع كفاءة وتنفسية وتطوير مختلف القطعات الانتاجية العربية جاء ذلك خلال لقاء مع مدير عام المنظمة عدل السقر لاستعراض دور المنظمة في تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية حيث لفتت الوزيرة إلى دور المنظمة الهام في توحيد المواصفات العربية بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وتوفير منتجات أداة جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية ذكرت وزارة التخطيط وتنمية الاقتصادية أن إطلاق خطة المواطن يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبدولة لتطوير منظوماتي التخطيط والمتابعة وخلال استعراضها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعالية لعام 2021-2022 أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 303 مشروعات وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بالخطة تبلغ 5.4 مليار جنيه تتواصل فعليات معرض صنع بضميات الذي يقام حتى 12 مارس الجاري في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة ضميات المزيد في سياق التقرير التالي ما انتطأ أقدام رواد معرض صنع في ضميات حتى يتلمس تصميمات مميزة وموبيليا يتم تصنيعها من أفضل الأخشاب التي تشتهر بها مدينة ضميات للأثاث ولم يعد المواطنون في حاجة للسفر من القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لشراء الأثاث من ضميات وقطع مسافات طويلة فقد تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع محافظة ضميات لتنظيم معرض صنع في ضميات لتسهيل الأمر على المواطنين فضلا عن عرض وتقديم أكبر قدر من المنتجات والخصومات خلال فعليات معرض صنع في ضميات الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة المعرض ما شاء الله حاجات كويسة كوالتي عالي طبعا شفت بره مصر حاجات كتير كوالتي هنا عالي جدا الأسعار إلى حد ما كويسة التنظيم رائع سمعنا في الراديو أنه فيه معرض في الأرض المعارض فقلنا أنه يجي نتفرج فشفنا فيه قود أطفال حلوة عجابتنا فإن شاء الله بإذن الله هنشيل قطين وأعجبنا صالون هنشيله وبرضه شايفين فيه أنتري حلوة كده الكوالتي حلوة قوي أسعار جميلة جدا عن بره إحنا لفينا مدينة نصر كلها معارض في أماكن كتيرة ومحلات بصراحة ما لأنهش الأسعار هنا زي هنا وزي الخمات وفي نفس الوقت تجمع الصناعية اللي في الدوميات كلها هنا عاملة شغل كويس قوي وفيه منافسة حلوة يضم المعرض الكثير من قطع الموبيلية التي تتنوع بين غرف النوم والأطفال والأنتريهات والسفرة ما يعطي الفرصة للزوار لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدومياطي بأسعار مناسبة حيث يقدم المعرض مجموعة متميزة من الموبيلية والأثاث لما يزيد على حوالي 62 مصنع وعارضة للأثاث من دمياط والذي يتنوع بين الكلاسيك والموديرن إحنا جايين هنا في المعرض طبع جهاز تنمية المشروعات اللي هو تحت مظلط رئيسة الوزراء وإحنا بنشكرهم على تنظيم المعرض دوا لنا وإحنا برضو بنرد الجيميل اللي هو ما بعمله لنا إن إحنا جايبين أعلى موبيلية عندنا بأقل الأسعار بالنسبة للأسعار داخلين ما خفاضين الأسعار الناسين برضو من نظمة خصومات جامدة وطبعا بالنسبة للإقبال الإقبال النهاردة أمبارح لأنه طبعا لسا المعرض مبتدئ مبارح فالإقبال ما كانش فيه إقبال فالنهاردة الحمد لله في إقبال المعرض يفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر حتى ثاني عشر من مارس الحالي إذ يقدم أثاثا بأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات المستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز في أسواق المعدن النفيسة قفز سعر البلاديو متجاوزا 3000 دولار للأوقية مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا المصدر الرئيسي للمعدن المستخدم بصناعة السيارات كما قفز الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى ما يقرب من 1965 دولار للأوقية وعلى الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 743 جنيها للجرام أما عيار 21 وصل إلى 866 جنيها للجرام عيار 24 وصل إلى 990 جنيها للجرام أخيرا الجنيها الذهب وصل إلى 6928 جنيها في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام مع زيادة المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية وقفز سعر خام برينت بنسبة 6.9% إلى 118.111 دولارا للبرميل وارتفع الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 7.4% إلى إلى 115.68% دولارا للبرميل قال رئيس الوزراء الصيني ليكا تشانج إن بلاده حددت النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5% وهو أقل من العام السابق وأكدت تشانج في تقرير العمل السنوي للحكومة أن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالية هذا وقد حقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي متجاوزا المعدل المستهدف والذي يزيد عن 6% نهاية الأخبار الاقتصادي عودة من جديد إلى إيمان وصحر إليكم شكرا جزيلا لك يا رغتا أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة توصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأكران الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعاية الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية الأكرانية وأوضح مجلس الوزراء أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق المقيمين فيها وثم تحمل تكلفة الإقامة وأضاف المجلس أنه تم كذلك توافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وأيركايرو لنقل السائحين الأكرانيين إلى دول الجوار الأكرانية على أن تتحمل الدولة تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدد الإقامة كما أعلن مجلس الوزراء أنه تم حتى الآن نقل حوالي أربعة ألاف سائح أكرانية كما يتم متباعا لاستمراره في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعنى عن سائحين الأكرانيين بهذا النبأ انتهت نشرة السادسة وتبقى التطيير بالعنوي الرئيس سيسي يتابع أعمال اللجنة الوزرية العليا لاستضافة كاب 27 ويواجه بزيادة استخدامة طاقة نظيفة بالمشروعات القومية بوتين يحذر من محاولة لفرض منطقة حذر قوي في أي دولة وزيلنسكي يؤكد استمرار قوات بلاده في القتال والدفاع عن أوكرانيا نزوح نحو واحد ونصف مليون لاجئ أوكراني حتى الآن والأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة